موسيقى عادة لما منختار اختصاص بالجامعة منتوقع انه نكمل حياتنا بهالمهنة ولكن عم نلاحظ بالفترة الاخيرة مشاهدين انه فيه ناس بتروح باتجاه مختلف تماما من بعد ما بيكتشفوا شغف موهبي او مهارة بزيتهم تدفعهم حتى يحققوا طموحهم بمكان اخر هيك صار بكل بساطة مع ضيفتنا تصميم الاكساسوريز كان هوية لاليوم وبعد ما شجعوا وكل اللي شايفوا اعمالها صار عندها لاين خاص بيحمل اسمها نادين الدورة اهلا وسهلا فيك نادين انت بنت صيدة اخترت الفنون الجميلة وهوتل مانجبنت كاختصاص لالك شو اللي اخذك على تصميم الاكساسوريز اهه لقيت هو هي الميجور اللي اخترته الفين ارتس سريعا بحكي انجليش ايه يعني المسألة مفتت ست سنين نعم الفين ارتس كل شيء جماليات يعني فنون جميلة على انواع الاحجارة اللقميج يعني لما تدرسيها على هيدي بتتعرف على كثير اشياء وبعدنا شوي شوي دلت باقيت فيه من بعد ما تخرجت وتجوزت وفتت بحقيقية دلت معي وصرت يعني صرت ركز اكتر على الاكساسوريز بستعمل الدراسة نادين لما اخترت فين ارتس وهوتل مانجمنت كدوبل ميجور بالجيما لا ورا بعضهم اول شيء فين ارتس بلشيت وبعدنا بعد ما اتجوزت حبيت يعني هو العيل حبيت ما برا حسيت الرستوريشون والمطاعم يعني حلوة كان عندي كمان شغف فيها فان كمان درست اتسليت يعني بسو بوقتها لما اخترت هال دبل ميجور اذا بدك شو كنتي حاطة ببالك كمهنة لقلك كنت مفكرة بهالمجال او كان بعيد عنك بوقتها ابدا البنات الصغار كلهم بيحبوا التياب والموضة والاكساسوريز انت لما كنت صغيرة كنت هايك كنت تهتم بهالأمور من انا وصغيرة كنت حب اهتم بهالأمور واهتم اكتر بالكل شيء قديم يعني اذا بتشوف البرانت عادي كلش من البروك بالفترة الفكتوريون والبروك نعم فايه صح بلشتي تعملي هالأكساسوريز لنفسك عام 2006 يعني من حوالي سبع سنين من سنين ومع انه في كتير محلات بالأسواق نادين بتبيع أكساسوريز على انواعها شو كان فيه ناقص بالأسواق حتى انت حبيت تعملي هالشي لنفسك بصراحة هي كنت عاملك كل الاسورة اللي نفسي كانت كل الاسورة لقصة يعني كون شي فيلم احضرته او كتاب قريته او شي صار انا وصغيري وكنت اعمل يعني انسبرق يعني كل واحدة كانت قصة اتسلق يعني اتسلق بتاخد كنت يعني مواضيع كتير كنت تأثر فيك يعني في شي بالسوق والأثر اللي بقي فيك ترجمتي كل قصة اذا بديك للأسواق صح ما كان لانه في شي ناقص بالسوق في كتير ديزاينرز مهمين بالسوق وفي كتير اشي حلبة بالسوق كتير اكترياترز بس انا هول كنت يعني ما كنت انه من قصة ناقص بالسوق من الديزاينرز بحس انا جماليتهم باديهم وبالانكل استعولهم يعني دايما كنت دايما انا عندي تركيز هون نعم والاحساس اللي تكون اللي ماشي على الانكل بتحسي بتعتق يعني بتعتق انوثي انوثي كتير بتزيد انوثة المرعة ورفتي لانه معظم الاستخدام باديهم ايه بتزيد انوثتها صح خابرينا شوية ندين على القشة الاولية اللي بلشتت عملية يعني كيف بلشت الفكرة عندك اول شي بلشت هلا هيدا الكولكشن لا قبل بالالفين وستة لما بلشت كيف بلشت يعني شو اخذت بين ايديكي وقلت انا بدا اولا اصواري خاصة بلشت كان في عندي حجارة طايجر اي صراحة وكان في حبل تتذكري بهالفترة كانت الاحوال الامنية مانا كتير منيحة بالبلد فانقبضي كتير وقت بالبيت فهيدي واحدة من الموسيلة تخليني انصى شو في عم بحواليه انو خلاص مودي تفرجاتي مبتكرة بنفس الوقت صو هيك بلشت احجار طايجر اي وهذا اول خيط حرير وكنت اعمل فيه اعملوا مع بعض اعطينا فكرة عن المواد كمان اللي بلشت استعمليها هي مواد ما منشوفها دايما بالأكسسريز بالأسويق عندي سلك حرير دونتيل في قماش قديم فينتج فابريكس من انواع دونتيل اشياء معطقة وكأنها شكرا هي قديمة كنت في محل بسايدة بعرفه من زمان من انا وصغيرة بعرفه محل ببيع ادوات خياطة من فترة السنتين اللي احظت انو الوالد توفى بالمحل وما عارفين اللي وليت شو بدني عمل بالبداع فانت استفدت من هالزروح امتشرت اشتريت كل ستوك يعني عمره اربعين سنة اللي ستوك عنده لقناش ومن هالزروح تستعمل عم نشوف صور لعمالك هذه من السامر نعم هذه السامر استعملت تفطف الكورل والتركوز حجر التركوز يعني بتستعملي مواد غير اعتيادية يعني اشي عنجد انيوجول بتصميميها حتى ممنى سيمبل بتصميمها نافرة كتير ملفت للنظر انت بتقصد انو لما يشوفوا هالصبية او هالسيدة تلقائيا يتطلعوا بايبي ايديا يتطلعوا بشخصية يعني هي كل اطعب تلفط شخصية المرأة اللي بتلبسها يعني بتشوفها بالدفرن اكيد من ايديا يعني بدنا اول شيء الديا بعدين عنو شوهو وهيدي بترجم شخصية المرأة كل اطعب تعملية الى قصة التيلة نادين كيف؟ يعني اذا بتشوف الكورل مثلا هون عندي بين ايديا بس انو من شو مصنوعة هايدي في عندك الكامي حجر كريستال في عندك السلك الدونتيل ومشكوك ببلاك كريستال تنحط هيك؟ تنحط هيك هلوك كتير ملفتة منا سيمبل يعني فيها شغل دكشس اسمه دكشس وهي شو قصة ايدي قصة؟ هذي لا مصنوع من الموسي دكشس نعم فيلم ايدي اكيد اتت sérieخ فيلم انت تقصرت فيه منلاحظ بمعظم اعمالك نادين انه فيه حنين للماضي. صح؟ كثير من البروك بريد باركي كمان. صح. هذه كمان زهر. كانوا يعطوه أهمية لكل شيء بالماضي. لكل أطعب. لكل أطعب. يعطوه أهمية. قدر تأخذ وقت تقريباً كل أطعب معك؟ هذه أخذت أربع ساعات. أربع ساعات. تعملي أكثر من أطعب؟ هذه أطعب. 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 وبينحط بس وحدة. المرأة ما فيها أكثر وحدة. الأختيار للمرأة. كيف هي شخصيتها. كيف تحب. كيف بدأت. يعني هي بتختار. ممكن نحطها بغير مكان على جسمنا. أنا بشوفها مثلاً بعدة أماكن. حسب شخصية المرأة. حسب شخصية المرأة. حسب هي شو بدأ. ندين يعني تصميمك واضح مشغولي بدقة. وتصميم غير اعتيادية. كيف بتوصفي الشخصية السبيئة أو المرأة اللي بدأت تلبس أطعب من عند ندين أدورا؟ كلمة واحدة. إذا بدك. واسقة من حالة. هلو. كلمتين. ثلاثة. تصميمك بما أنه بلشت عامليون لترضي نفسك. هن تصميم بتشبهك أنت بتشبه شخصيتك أو بتشبه المرأة اللي أنت بتطمح تكوني مثلها؟ بتشبه الفترات اللي مرأت فيها بحياتي. مراحل مختلفة؟ نعم. بحياتي تعملي هالأشي لنفسك. كيف تحولت هالهوية لمشروع جدي. مشروع عمل إذا بدك. بتقدري تنجي منه مساري؟ بصراحة كنت لابسي واحدة من التصميم تقولي بعشا. وكانوا صحابي موجودين بالعشا. واحد من الصحابي اللي هو بدومين كمينا بالفان بدك تقولي أو كرياشن. قللي نادين خلص أنه صار وقت بلشي تعملي البراند وبعطيكي شهر. وبهالشهر بتحطي البراند عندي. بوقتها بالكريسمس سيزن بس بلشي. هو يدعمك على طريقته. هو يدغري. بتصميمي لوحدك نادين؟ ايه. لحالي. تستشيري حدا بتاخدي برأي حدا؟ نعم. لوحدك. كل أفكارك انت؟ بالتكنيكلي بالتكنيكس بستشير. يعني كيف فيه أكيد فيه حدا بيساعدني في الجولر. بيساعدني فيه خياطة بتساعدني. نعم. وفيه كرميل كرميل اللي حجرة فيه أشخاص بكتير مهمين بحياتني عم بساعدوني. بالتكنيكال. بتفكري تطوري هالمشروع نادين يعني. مثلا تدرسي التصميم رسميا هلأ. من بعد ما اكتشفت أنه عندك هالموهبي. ما بعتقد. هي الخبرة اللي عم باخدها كل يوم على صعيد اليومي. اللي عم بتعلم. هي مدرسة بحد زيتها. بلشتي تصممي هالقطع المميزة حتى ترضي نفسك. حتى أنت تكوني مبسوطة بالشغل اللي عم تلبسيها. اليوم لما بتشوفي صبية وامرأة. لابسي قطع من تصميمك. شو شعورك؟ إن شاء الله لما أشوف. هلأ بارف بعد الخميس. بس أكيد لها كون كتير مبسوطة. من بعد هالتجربة اللي عشتيا. وهالنجاح اللي بلشتت حقيقيه من وراء هالتصاميم. أدي برأيك مهم إنه الشخص يلحق شغفه. قد ما كان بعيد مكانه. كتير مهم. كتير مهم. كتير مهم. بتعطي الحياة الجومية للإنسان. لو شو ما كان الشغلي اللي بحبه أو الشغف. بتعطي شي لحتى يتقدم أو. شيء لتبحث عنه. يعني كل يوم شيء بدي فيه يتطلع يفكر فيه. أنه في شيء جديد عم يعمله. مباري وزا التصام. نادين أدورا قصة حلوة. هي سكسس ستوري. إذا بدك بتأملوا تكون عبرة. عبرة لكل الصبايا والسيدات. اللي عندهم أفكار مميزة مثلك. وحابين يطلقوها. شكرا لوجودك معنا. نتمنى لك التوفيق. وقف أثيرا مشاهدينا ونكمل حلقتنا. خليكن معنا.